مشاهدين الكرام اهلا ومرحبا بكم في برنامجنا المعتاد حوار مع طبيب في حلقتنا السابقة كان معانا ضيف جميل ضيف عزيز دكتور شريف الشفعي افسائي امراض البطنة والغضط الصماء والسكر دكتور شريف كلمنا عن مرض المصريين زي ما قلناه اللي هو مرض السكر طبعا تكلمنا في مرض السكر في كل حاجة لكن النهاردة برضو المرض التاني للمصريين هو مرض الضغط هكلمنا فيه دكتور شريف هنشوف هيقول لنا ايه بنراحب بحضرتك في برنامج دكتور وبننكمل حادثنا ان شاء الله في سلسلة حلقتنا ونبدأ حلقتنا النهاردة موضوعنا عن الضغط اهلا بحضرتك وفريق البرنامج كله اهلا بحضرتك لو تكلمنا عن ضغط الدكتور اللي هو فعلا من امراض الشائعة بين المصريين جميعا سواء كبار او صغار حضرتك هتكلم معانا تقول لنا ايه في المفهوم الاول بالمعنى بسم الله الرحمن الرحيم وهو مرض ارتفاع ضغط الدم من الامراض اللي هي ما كانتش واخد حظها برضو في المتابعة والتشخيص عندنا في مصر لان الاحسابات العالمية بتقول انه ممكن يبقى حوالي ربع المصريين عندهم ضغط وللأسف مرض ارتفاع ضغط الدم من الامراض اللي هي ما كانتش متشخصة بالوجه بالنسبة الكافية وما كانتش بتتبع بالنسبة الكافية يعني فيه ناس متشخصة اللي منهم واصل للمستهدف قليل جدا بده بنشكر الكادة السياسية والسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي برنامج 100 مليون صحة ده اكتشف كتير جدا من حالات الضغط اللي هي غير متشخصة لان مرض الضغط من الامراض اللي هو ما بيبلوش اعراض الا لما يوصل لمستويات صعب السيطرة عليها وبنسميه في الطب القاتل الصامت لان هو بلا اعراض الاعراض تظهر فجأة بمضاعفات اذا كان سكتة دماغية لقدر الله او طوارئ ارتفاع ضغط يبقى 180-120 اللي هو على اساسها المريض بيتحجس في مستشفى لكن في الاحوال العادية عندنا الناس ما بتقسش الضغط بشكل متوالي الا في المبادرة الجديدة بتاع 100 مليون صحة دي صراحة اكتشفنا حالات كتير جدا من حالات الضغط الغير مشخصة اكيد طبع ومرض الضغط زي ما هو سهل زي ما هو صعب جدا مرض العلاج بتاعه سهل بالمتابعة واخذ العلاج الدوائي وتنظيم الأكل والمجهود والاهمال برضو بيؤدي لمضاعفات خطيرة طيب ده بالنسبة لتعرفنا لموضوع الضغط عمتا لكن لو قلنا انواع الضغط طبعا في ناس بتقولك أنا عندي ضغط عالي في حد بقولك أنا ضغط واطي مفيش تناسب غير الضغط اللي هو نسبته دايما ايسان ومزبوط هو الضغط المزبوط عايزين نعرف من حضرتك يعني ايه ضغط عالي يعني ايه ضغط واطي وامتا نقول ده عادي وامتا نقول ده واطي وامتا نقول ده عابر كل شخص في الدنيا في الظروف الطبيعية لضغط دم قياسي ممكن حضرتك يبقى الضغط القياسي بتاعك مائة وعشر اثمانين انا الضغط القياسي بتاع مائة وثلاثين تمانين حد تاني الضغط القياسي بتاعه مائة واطلاثين كل واحد ليه ضغط دم قياسي بتاعه لكن عالمياً ضغط الدم الكياسي هو 120-80 ضغط الدم الطبيعي يتراوح من 90 تحت 90 فوق لحد 139 و60 تحت لحد 89 ارتفاع ضغط الدم يبدأ من 140-90 فيما فوق هذا يبقى ارتفاع ضغط الدم إلا في مريض السكر بنحب أنه ضغط الدم بتاعه ما يعديش 130-80 طبعاً الاياس يجب أن يتم على كذا مرة عن طريق وسطة دكتور ومش وسطة أي حد تاني وبجهاز ضغط دم ذئبقي ومش جهاز ديجيتال الديجيتال يستخدم في متابعة المريض في البيت ولازم يروح لدكتور بل لكن الاياس يجب أن يكون بوسط الطبيب وبجهاز ضغط دم ذئبقي ومش ديجيتال ولازم يكون على مرتين أو ثلاثة بينهم أسبوع وفي أوقات مختلفة والمريض يبقى في ظروف هادية ولا مدخن سجارة ولا عامل مجهود يعني لازم لو جاي لي مريض من مجهود بقى عاده خمس دقيق وبعد ما نقيسه كذا مرة نلاقيه فوق 140-90 يبقى ده إحنا شخصنا أنه مريض ضغط في بعض المرضى بيبقى الضغط بتاعهم متأرجح ليه علاقة بالحالة النفسية الحالة النفسية لما الاسترس والضغط العصبية أو موقف كبير عنده ممكن ضغطه يعلى ضغط عابر لفترة أولئلة اللي هم يسميه ضغط العابر مع الضغط النفسي وغالبا يرجع طبيعي تاني في الناس اللي هم ضغطون متزبزب دون بنركب لهم جهاز يقيسوا الضغط على مدار 24 أو 48 ساعة ونفرغ الجهاز ده بناءا عليه نقدر نحكم هل ده مريض ضغط ولا الضغط بتاعه متزبزب نتيجة ابتراب الحالة النفسية في بعض المرضى برضو بيبقى عندهم حاجة اسمها رهاب من البلط الأبيض يعني أول ما يخش العيادة على الدكتور ويشوفه لبس البلط الأبيض بيجيله زي انفعال كده يتخذ فضغطه يرتفع فدول المرضى دول بنحاول نقس لهم في مكان غير العيادة يعني نقول له روح إيس في صيدلية جنبك روح إيس في حد قريبك دكتور يقسوا لك في البيت أو نركب له الجهاز اللي هو بيقيس 48 ساعة دي يقس له وهو في بيته فبنلاقيه طبيعي هو بس لما بيشوف الدكتور بيتخذ فضغطه يعني ده برضو نوعية من الناس فتشخيص الضغط سهل بإياس عن طريق دكتور لو لقينا الإياس أعلى من 140 لازم نقيسه مرة تانية وتالتة بينهم من 3 يام لأسبوع في عوقات مختلفة وفي ظروف مناسبة لازم يبقى العين هادي مش مدخن سجار أو عامل مجهود ولازم جهاز الضغط يبقى في نفس مستوى الدراعي طب دكتور إحنا بنقول إن الضغط المرتفع عرفنا المكياز بتاعه بيبقى ما بين فوق 140 عادة وتحت 190 تقريبا بالنسبة للضغط الواطي بقى في ناس كتير قوي ضغطاء وواطي وبتقول لك يعني مثلا إيه لا هي المشكلة الكبيرة في الضغط العالي طبعا دي معلومة خطأ جدا لأن الضغط الواطي أحيانا بيعمل هبوط كبير في الدورة الدموية فدي هي الدلقة المشكلة الحقيقية فأنا عايزة رأي حضرتك في موضوع الضغط الواطي يعني حضرتك هتنوهلنا عنه كده عشان برضو ما نسهلش الموضوع ونقول إنه هو حاجة هينة لا هو مش هينة خالص فعايزين نعرف رأي حضرتك في الموضوع ده برضو إياس الضغط تحت المستويات الطبيعية لمرات متكررة أقل من التسعين على ستين ده برضو بيبقى ليه أسباب مختلفة لازم مراجعة الدكتور لم أي حد يقيس كذا مرة بينهم يومين أو ثلاثة ويلاقي ضغطه منخفض ده لازم يرجع الدكتور لأن أسبابه كتير ممكن يبقى نزيف ممكن يبقى هبوط في الضغط الدموية ممكن يبقى لقدر الله أمراض قلبي الدكتور هو اللي بيقدر يحدد أي سبب هبوط الضغط ده ممكن يبقى أمراض غدد معينة فيها مشاكل تعمل هبوط ضغط ده كله يقدر يحدده الدكتور المعالج لما يرجعه ولازم القياس برضو يبقى عن طريق طبيع متخصص بجهاز ضغط زقبك لكن هو خطورته يعني مرض ويعالج ويتابع برضو زي ارتفاع ضغط الدم بس ارتفاع ضغط الدم أخطر طبعا على المدى الطويل ونسبته عالية انتشاره أعلى انخفاض ضغط الدم انتشاره أقل بكتير ارتفاع ضغط الدم نسبته أعلى بكتير نظرا رتم الحياة السريع والضغوط العصبية اللي بقت عند كل الناس فلا ارتفاع ضغط الدم منتشر أكتر ومشاكله أكبر على كل الناس طب الدكتور ليه باللاحظ دايما ان سيدات الحوامل ضغطهم دايما مرتفع عايزين نعرف بحضرك السبب الرئيسي للموضوع دايما هرمونات الحمل ارتفاع هرمونات معينة أثناء فترة الحمل بتسبب طبيعي ان الست الحمل ضغطها يقل لكن في بعض الناس معها مضاعفات للحمل زي سكر الحمل أو غيره بيبدأ الضغط يرتفع كماني مع السكر يعني السكر مع الحمل ممكن يجي لها ضغط والضغط مع الحمل ممكن يجي لها سكر وبنسميه تسامم حمله بيبقى خطير جدا ولازم يتابع كويس جدا عن طريق دكتور النسا اوه دي المشكلة فعلا انا كنت حابة اتكلم فيها مش الضغط عند الانسان العادي وبس لا عند السيدات الحوامل لان بتيجي مسلا فجأة من بعد الشهر الرابع بيبدأ يظهر عليها الضغط بيبدأ يعلى بتيجي بيوصل لمتين ومية وسبعين وستين دي بتبقى مشكلة كبيرة جدا ودخلها فعلا في تسمم حمله ممكن تعتحجز وتولد قيصري بالضبط كده دايما السيدات بيبقوا كده فحنا عايزين نتمن أي سيدة قدامنا للواتي بتشوفنا ان السيدات الحوامل لما بيرتفع عندهم الضغط داشي ان شاء الله بيبقى سهل وبسيط مع المتابعة مع حضرتك مثلا على اساس النهاء قبل ما تخش الموضوع او ايام الولادة بتاعتها بيبقى ضغطها فعلا متزبط ودي حاجة مفهاش ادنى مشكلة هو أي سيدة حامل في الروتين بتاعها عن دكتور النسا كل زيارة لها عن دكتور النسا لازم يتابع الضغط لما بيلاقي الضغط عالي بيبقى زياراتها على فترات متعربة أكتر ودكتور النسا لما بيلاقي الأمور مش مستقرة معا غالبا بيحاولها الدكتور بطن لما بيلاقي هو مش قادر يكتب لها ويقدر يسيطر على الضغط بتاعها بيحاولها الدكتور بطن علشان يقدروا يسيطروا على الضغط أو لو كان معاه سكر كمان يبقى الأمور أخطر فالحمد لله احنا تعملنا محاك كثير ومروا بسلام ووضعوا المولود بسلام طيب دكتور احنا بنتكلم دلوقتي عن الضغط العالي وقلنا خطورته ومفاهيمه كلها سواء ضغط عالي أو ضغط واطي موطوع الوراثة أكيد داخل فيه؟ طبعا انواع الضغط أصلا فيه ضغط دم أولي اللي هو لأسباب كتير وده اللي بيبقى غالبا عائلي دايما بيجي في عائلات معينة وطبعا دور الوراثة اللي كبير جدا وده مهم جدا 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 في الفحوصات الدورية المفروض ان انا بقى عارف أبو والدي عنده ضغط أو والدتي أو عائلتي خالي عمي لازم ابدأ انا تابع انا تابع من بادري على الاقل اقيس الضغط كل ما اقابل طبيب يعني اروح لطبيب مثلا عندي بردة عندي كحة عندي لازم احسام الضغط أستفيد ان اقيس الضغط وانا في المراجعة الطبية ده بيفرق معي جدا طالما عندي تاريخ عائلي للضغط او اروح للدكتور مخصوص عشان اقيس الضغط فيه ضغط دم تاني ثانوي بيبقى نتيجة للاضطرابات في غضة كذرية أو الغضة الدرقية او اضطرابات هرمونية تانية او توطر الشديد والقلق او في بعض المرضى ومع السمنة بيجي لهم حاجة اسمها توقف النفس أثناء النوم ويهدد بارتفاع الضغط وغالبا ارتفاع نتباضات القلب وممكن سكتة قلبية أثناء النوم في بعض انواع الأدوية خطيرة جدا التي تستخدم بدون وصفة طبية ممكن في النحافة يدو كورتزونات اقراص الكورتزون من الاقراص الخطيرة جدا 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 لمرض الضغط أو السكر ممكن تدخله لقدر الله في مضاعفات خطيرة مواد الكورتزونات كلها لأنها تتواصف فعلا كعلاق سريع بس مع مرضى الضغط وده اللي كنت أحكلم حضرتك فيه حالا مواد الكورتزونات كلها قطيرة جدا جدا على مريض الضغط وده اللي الناس كلها يمكن تكون مش عارفة ساي بيعمل السمنة أو ساي بيعمل نحافة أو ساي مثلا عنده مرض جلدي في جسمه بيوصف الطبيب طبعا الكورتزونات لأنها أسرح حاجة تقريبا في العلاق لكن أنا بقول أن أي حد بياخد كورتزونات لازم يعرف الأول يقيس ضغطه ويعرف إن كان عالي أو مش عالي لأن دي مشكلة كبيرة تانية خالص محدش بياخد باله من الأول إحنا برضو خلال ممارسطنا للطبية يعني عابدنا حلاق كتير جدا 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 من الضغط على السكر ده خلص طوارئ كبيرة جدا جدا نتيجة الكورتزون لأنه هو أولا ما قالش للدكتور أنه عنده ضغط على سكر لازم ناخد حظامنا جدا عند الاستخدام للضرورة الكسوى ما فيش مشاكل الدكتور نفسه بيقول لأرجع لدكتور السكر أو الدكتور الضغط بتاعك عشان يعدلك العلاج مع كورتزون أكيد لكن الاستخدام على المطلق لقدر جدا مادة الكورتزون بالفم أو بالحقن خطيرة جدا بدون وصفة طبية تمام طب دكتور شريف عندي سؤال مهم جدا عايزة أسهل لحضرتك في خلال موضوعنا اللي هي مضاعفات الضغط إيه وده اللي حاسمع إجابته من حضرتك بعد الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل ونعود أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم معدل فاصل مع دكتور شريف مصعد الشفعي أخصائي بطنة وغضة صماء وسكر هنكمل موضوعنا عن الضغط وقبل ما نطلع فاصل كنا نتكلم عن مضاعفات الضغط دي الحاجة التي تهمنا قوي في الموضوع فنرحب أحدك مرة تانية دكتور شريف طبعا أنا عايزة أتكلم عن مضاعفات الضغط لكل مشاهد بيشوفنا دلوقتي عشان يعرف مدى مش بنصعب الموضوع ولا بنهوله أبدا بالعكس بس لازم نعرف أن الضغط سواء الواطي أو العالي لمضاعفات كبيرة قوي تمام فعايزة أعرف من حضرتك مضاعفات الضغط زي والله وفي حكمة بتقول درها مقايا خير وممكن تر علاج فعلا دي حكمة صحيحة لأن مضاعفات الضغط زي ممكن أبقى بأخذ ده ضغط بتمن قليل بس بيقيني من مضاعفات خطيرة أكثرها وأختارها اللي هو اتفاع الضغط الفترات طويلة بيأثر الأول على عضلة القلب يعمل تضخم في عضلة القلب وبعدين يعمل فشل في عضلة القلب وده حاجة مضاعفة خطيرة من المضاعفات اللي هو ببوز المضخة الأساسية للجسم تاني حاجة ممكن يعمل تمدد في الأوعية نتيجة ارتفاع الضغط الفترات طويلة وثالث حاجة ممكن يعمل زبحة صدرية وديق في الشرايين التاجية مع ارتفاع الضغط الفترات طويلة ورابع حاجة ممكن يأثر على الشرايين الكلوية ويعمل برضو فشل كلوي زي السكر بالزبط ومريض الضغط وسكر خطير جدا أنه يحصل مع المضاعفات دي بعدينها ممكن برضو زي السكر بالزبط يعمل فوجدان في البصل نتيجة ارتفاع الضغط وعدم السيطرة عليه وآخرا على الشرايين الترفية يعمل دقيق في الشرعين الترفية وتصلوا في الشرعين وممكن إلا قدر الله يؤدي إلى البتر فإحنا نصحتنا لكل الناس يعني طالما أنا أقدر أعالج وتابع لا ضروري أوي أوي أن أنا أعالج وتابع لأن أنا بقي نفسي ومضعفات في المستقبل أصرف عليها أضعاف أضعاف تمن العلاج دلوقتي أكيد يعني أنا ممكن أصرف مبلغة زهيدة في متابعة والسيطرة على الضغط أحسب من أن أنا أصرف أضعاف أضعاف المبالغ دي في معالجة مضعفات الضغط إذا كان على مستوى القلب أو على مستوى المخ في السكتات الدماغية لقدر الله أو على مستوى الأطراف في موضوع البتر والوديء الشرعين الترفية مضعفات خطيرة جدا أو على مستوى الفشل الكلوي وشوفناها صراحة بتبقى يعني سويات فإحنا مش بنخوف حد ولا حاجة لكن إحنا بنقول للناس برضو بنوعيهم زي ما هي حاجة بسيطة زي ما هي حاجة محتاجة متابعة مضعفاتها كبيرة طبعا أكيد مضعفاتها خطيرة جدا جدا يمكن تلافيها بأقل الأدوية وأقل المتابعة الجيدة إن شاء الله تبقوا يمروا بسلام ويعيشوا حياة صحية سليمة إن شاء الله طيب حضرتك ذكرت في الحلقة دلوقتي حالا الغيسام الضغط عن طريق الجهاز اللي هو بقي أو عن طريق الدجيتال فمن رأي حضرتك أيهما أفضل وأنا بأكد على كلمة أيهما أفضل لأن الحالة النفسية اللي أنا بشوفها مع مريض الضغط إنه هو دخل صيدلية وقاس الضغط بتاعه بالجهاز الزقبقي العادي عنده في البيت برضو نفس الجهاز لكن لقى الضغط بتاعه نهار لما لقى علي قوي وفي الحقيقة لو قاسبت بالجهاز الزقبقي بتبقى فيه يعني يعني أنت كانت تكون حاجة فرق شاسع بين الآيسان مش هقول بسيط ساعات بيبقى فرق شاسع وساعات بتبقى نسب قليل فهو بالتالي نفسيته بتتعب عصابه بتتعب فبالتالي الضغط بيبدأ يزيد فحالات بتفضل إيه للأسف للأسف قياس الضغط عن طريق الجهاز الديجيتال غير دقيق للتشخيص يمكن استخدامه للمتابعة في المنزل وعند لما يبقى فيه اترابات أو قياس مش منتظم لازم رجوع للدكتور قيصه بالجهاز الزقبقي لأن الجهاز الزقبقي أداء بس لازم القياس عن طريق الجهاز الزقبقي عن طريق طبيب لأن طبعاً صور يعني مش كل الناس تقدر تتميز الفاريشن لو فيه مشكلة مثلاً لقدر الله في نراضات القلب لن يميزها إلا طبيب لو شخص عادي مش هيقدر يميز الضغط وممكن يدي إيه خاطئة لو هو حتى يعرف إيه بالجهاز الزقبقي فإحنا عنده لما يلاقي الإراية مش منتظمة بالجهاز الديجيتال لازم يرجع للدكتور قبل ما يتخده قبل ما يتغير لازم طبيب طبيب بشري مش مع احترامي لكل الأطباء لا طبيب بشري في عياته بجهاز الزقبقي الجهاز الديجيتال غير دقيق في التشخيص وفي المتابعة ممكن في المتابعة المنزلية فقط وعنده وجود مشكلة لازم يرجع للدكتور المعالج طب دكتور شريف سؤالي المهم دلوقتي أو المعلومة اللي أنا عايز أعرفها من حدارة دلوقتي حالاً لكل مشاهد بيشوفنا علاج الضغط عن متن سواء عالي أو واطح هنفض كل واحد على حدة ونطمن كل مشاهد دلوقتي عن طريق العلاج إزاي بيتم مع حضرتك تمام العلاج الضغط المرتفع بيبقى بالمتابعة الدورية مع الدكتور المعالج وأول حاجة بنقولها لمريض ارتفاع الضغط لازم تنزيم الأكل لازم تنزيم الأكل البعد عن المخللات والحاجات اللي فيها ملح البعد عن الفسيخ والسردين والرنجة والأكل الشعبي اللي هو فيه كميات ملح كبيرة جداً مخللات لمون مع أصفر الكلام دون بكميات كبيرة بكميات الملح العالية دي بترفع الضغط وخاصة مع التقدم في السن بنقول لكبار السن دايماً قل الملح قل السكر وشرب ما كتير تاني حاجة بعد تنزيم الأكل ممارسة النشاط الرياضي بكل يوم 30 دقيقة خمس تيام في الأسبوع أو ثلاث تيام في الأسبوع لمدة ساعة متواصلة نشاط ريادي مبتزم تالت حاجة المحافظة على معدل الوزن المزبوط ده بيفرق جداً مع الناس كل ما هتبقى رياضي أكتر واليوغتك أحسن ضغطك هيبقى مزبوط أكتر رقم أربعة العلاج بالأدوية وده غالباً دواء الضغط دواء يأخذ مدى الحياة دواء يأخذ مدى الحياة أغلب الناس للأسف بيبقى في أول التشخيص بيأخذ العلاج منتظم بعد فترة من العلاج بيبدأ يكسل يبدأ يبطل يقولك لأ ده أنا ضغطي بقى كويس أبدأ أبطل العلاج للأسف الشديد بعد فترة بيفاجأ إن الضغط رجع بقوة وبشراسة فإحنا بنقول مرض الضغط ومرض السكر أمراض مزمنة العلاج زي الأكل والشرب ما ينفعش يبطل من المريض الأكل المكياس يعني المتابعة أهم حاجة المتابعة ما ينفعش يبطل العيين تحت أي سبب من الأسباب إلا بأمر من الدكتور المعالم طيب العلاج بيختلف بقى أنواع مختلفة كل حالة لها علاج مناسب لها على حسب الأمراض التانية حالة الكيلة عاملة إزاي في مضعفات ولا مفيش مضعفات في كلسترول ولا مفيش كلسترول على حسب كل حالة على حدة أيه المشاكل المصاحبة لمريض الضغط هل هو معاه سكر ولا لا؟ هل معاه كلسترول ولا لا؟ هل معاه غدة ضرقية ولا لا؟ كل مريض بيتعامل كحالة منفصلة عن المريض الثاني بس بننصح الناس المتابعة الدورية يا جماعة مهمة جدا 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 بحد أدنى كل شهر أو شهرين بروح للدكتور المعالج بتاعي وأنا أخذ علاجي يشوف العلاج ده مسيطر على المرض ولا لا؟ في مضعفات بدأت تظهر ولا لا؟ أكيد جد علاج جديد وأنا بأخذ العلاج بدأت أنهج بدأت في عندي مشاكل رجلها بتنمل فيه أي مشكلة جديدة لازم أرجع للطبيب المعالج بتاعي بننصح الناس برضو أن أنت لازم تلتزم دايما مع دكتور واحد نقي دكتور كمل معاه يبقى حافظ حالتك ومتبعها وعنده الفايل بتاعك صحة كده لأن ده يفرق جدا جدا في صحتك أكيد لأنه هو بيبقى حافظ العيان بتاعه زي ما احنا بنقول حافظه وحافظ تطورات الحالة ومسجلها فده بيفرق جدا جدا مع المريض طبعا أيضا وبنتمنى لكل الناس الدوام الصحة والعافية والمتابعة الجيدة والالتزام ما يبطلش العلاج نصيحة مهمة جدا 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 ما يبطلش العلاج تحت أي سبب من الأسباب طيب بالمناسبة دكتور بن حراج ذكرت العلاج عن طريق بعض الأكلات معينة تمام زي قلنا الحوادق والسمين والحراء والكلام داخل المشي والرياضة وتزبيط الجسم في حاجة بقى من العلاج اللي هو البيتي المنتشر قوي قوي من المصريين اللي كد يكون هو العلاج الأول والأخير يغني عن أي طبيب ما احترامي لكل الأطباء اللي هو الكركدي المنقوع الكركدي المغلي هو ده اللي بيزبط ما تروحيش لدكتور ما تروحش لدكتور وتروح لدكتور ليه هو شوية كركدي حتنقاحه من بالليل حتاخد كوباية الصباح حتبقى زي الفل وحتيش حياتك زي الفل المعلومة دي الدكات تكون مؤرقة فعلا لا هو ممكن يبقى هو عامل حاجة مساعدة بس مش أساسية مع الأدوية الطبية الأدوية ده اللي احنا نسمعه في كل مكان الدكتور الكركدي المنقوع هو تغليه لا هو زي الهن لازم يبقى ممكن هو عامل مساعد لكن لازم للعلاج الدوائي تاني حاجة برضو ننوح عن حاجة خطيرة جدا جدا احنا عندنا في مصر موروس شعبي العرقسوس العرقسوس هاي للضغط المنخفض لكن خطير جدا على الضغط العالي لأنه هو فيه نسبة كورتزون بتعالي الضغط جدا 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 فحزاري لأي مريض ضغط إنه هو يشعب عرقسوس لو ضغطه واطي يشعب عرقسوس زي ما هو عايز لكن لو ضغطه عالي لا بنقوله حزاري 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 إنك توشعب عرقسوس لأنه هيعلي الضغط المستويات عالية جدا دكتور هوا بص حضرتك يعني فيه رقسوس فيه كركديه فيه مش عارفة حلبة فيه نعناع اه دي حاجات أعشاب اتكاد تكون عامل وساعد اه بس مش هي العلاج يعني أنا بعرف إن الناس بتمشي على نمط معين كلها كده سيستم واحد زي ما بيقوله إن هي ماشي على الأعشاب الأعشاب بتنزل الضغط بدون ما تروح الدكتور وتاخد برشام لأن دهو الضغط ده مش حلو ده موروظ غلط جدا 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 يعني مش طبعية الأعشاب حاجة كويسة وممكن تبع المساعدة لكن لم تمره بتجارب سريرية زي الأدوية اللي بالفن الأدوية اللي تم ترخيصها وتم تدولها كمواد كيمائية تخش الجسم وتتفعل معاه وتعمل نتائج وتم تسجيلها في تجارب على مرضى فلا طبعا في فرق كبير جدا حاجة مدروسة وحاجة غير مدروسة حاجة معروف مضاعفاتها وحاجة غير معروف مضاعفاتها فلا ممكن يبقى عامل مساعد لكن الأساس في العلاج الدوية عن طريق الأعراس مفيش منه كلام طيب دكتور إحنا ذكرنا من شوية قلنا الكورتوزينات عامة بتعلي الضغط أو السبب الرئيسي فعله الضغط طيب ده بالنسبة للكرتوزينات بالنسبة لأي علاج بياخده مريض الضغط قريدي إن فيه علاجات كتير قوي سواء بقى مثلا لبرد الكيلة مثلا التهاب الكيلة أي حاجة من الأمراض التي تطرق على الإنسان أنا عايز أعرف رأي حضرتك في أي علاج يمكن ياخده مريض الضغط مفروض يعمل إيه أو يبدأ إستخدام؟ طبعا بعد أدوية البرد بنحضر برضو مريض الضغط منها لأنها ممكن تسبب ارتفاع الضغط زي يا دكتور؟ زي كونجستال كومتريكس أدوية البرد المتاحة المتاحة العمالية ده أعم اللي هي متاحة في الصيدليات أو كده إحنا بنقول للناس لا ما تستخدمش أي دواء إلا ما ترجع لدكتورك المعالج خاصة مرض الأمراض المزمنة ده أتوصلك طب عايزين في نهاية حرقتنا كده لدكتور إن إحنا ناخد محضرة نصايح عامة سريعة كده أو عدم تعرضنا كأي شخص عادي لأنه يتعرض لموضوع الضغط العالي أو باطي فمساحرك هتكون إبعد عن التواطر اشرب ماء كتير جدا متخدش دواء دون سبب تابع مع دكتورك المعالج بشكل منتظم خد دوايك إذا كان عندك مرض ضغط أو سكر المزمن خد دوايك بانتظام وإن شاء الله كل الناس تبقى بخير وصحة وصعادة إن شاء الله مرسي دكتور شريف على معلوماتك الجميلة وعلى الموضوع الهاي اللي بيهم كل إنسان بالوقت بيشوفنا وإن شاء الله في حلقاتنا القادمة مع حضرتك نفيد المشاهد أكتر وأكتر في موضوع جديد مشاهدين الكرام بنشكر دكتور شريف في نهاية حلقتنا ونتمنى نكون قد أفدناكم واستمتعنا بكم كما استمتعتم بنا وإلى اللقاء مع حلقة قادمة جديدة في موضوع جديد خالص مع دكتور شريف أقصائي البطنة والغضد الصماء والسق إلى اللقاء